لحابب أعرف يوم حققت هدفك بس عشان رافعك بمشوار نجاحك شو الشعور اللي بيكون عند إياه شاب لما بيضطر سنتين كليوم يفي يروح ويرجع يقدم وراء جديدي طبعاً فيه خطر كمان على حياته وفقادة أصدقاء شو الشعور اللي بيكون عند إياه هل في فى لحظة فقدت الأمل؟ هلأ هو يعني من أول لحظة أنا كتشايف للموضوع أنه أكبر مني وأكبر من مهر دعبول أكبر من الشخص مهر دعبول وإنما أنا من المحظوظين اللي قصوا لألمانيا عليهم رسالة لازم يؤدوها لبلدهم اللي اتدمر بشكل أكثر من 900 منه فكون وجودي هون يعني على فرض أنا كما هر دعبول مثلا فقد الأمل وقتا بشوف التلفزيون بشوف قديش عم يعيشوا أوضاع صعبة بشوف كل الناس قاعدة ضمن ظروف صعبة يعني هذا الشي بشوفه طموحي هو بلحظة معينة بصير تكليف وليس تشريف فتحتم عليه لأنجح لحقق شيء معين لأنه يومما ما بلدي لحيعتازني لأرجع ميريلي دمار هل هذا كان من الأسباب اللي كان مشروع التخرج اللي عندك بعد رغم كل التحديات إذا كانت لغويا ماديا حتى إقامتك هنا في البداية لوحدك وإلى ما هنالك أنت مشروعك اسمه إعادة إعمار سوريا عن إعادة إعمار سوريا عن إعادة إعمار سوريا حي بدمشق هل هو كان المشروع أنه أنا لازم أصمي مشروع معين قابل للتكرار في عدة مناطق بس خلينا ممكن نشاهد بعض الصور عشان نشوف المشروع التخرج يمكن الإخراجي ممكن تكفي حديث وفور جهوز البيض هي الفكرة بشكل أساسي أنه طالما أنا عندي ما فيني أعمل مشروع لسوريا كله يعني مع العالم أنه 900 من المناتق مدمرة لازم أنا أطلع بفكرة اللي هي أنه نفس المشروع بقدر أعمله يعني فيتا باون يعني أنه لازم بقدر كرره بكذا مكان يعني اسمه مدينة السلام مشروع أيوة ألمانية تماما كمشروع التخرج لما هجرت وجيت لألمانيا لحنشوف هلأ من خلال الخريطة تفضل أنت تحدث هلأ هي المشروع كان أنه تم اختيار هالمنطقة كمثال يعني لأن أحد المناطق المدمرة الكتيرة فمثل ما أطلع كان عليه أنه صمم شي معين قابل للتكرار في عدة مناطق طبعا أهم شي كان عليه أنه حافظ على طراز دمشق القديم يعني أنه لأنه هذا الطراز كان تكيف مع الزمن يعني معروف أنه دمشق هي أقدم عاصمة في التاريخ فتكيف مع الزمن يعني مع المناخ الحار لمنطقتنا فمن قبل ما كان فيه كرره بقلي مثلا كان الحرارة دائما عالية فكان فيه طرق معينة تمت يعني زيش انفكلت يعني كان تطورت دمشق طورتها يعني فلحنا ما فينا بلحظة معينة نقول والله أنا عندي حاجة كبيرة خليني أطلع بأبراج تنسف المبادئ المعمارية لبعض دمشق وبالنهاية كمان يعني العلامي اللي حصلت عليها هي أي بلس أو عشرين على عشرين أو ممتاز جدا يعني قفلت الموضوع كله عدي مفسوط اليوم والله يعني هلا هو الشيء يعني السعادة يعني أنه مو شخص لمهر دعبولي السعادة أنا كان أكبر مني بكتير يعني أنا شفت يعني الرد الفعل على فيسبوك كان أنه مثل بريق أمل يعني كان للعالم يعني أنه والله حتى اللي طلعوا ببرات سوريا ما نسوي سوريا واللي وصلوا لهو نتيجة طبعا صعوبات كثيرة خلاني حتى حسيت فرحتي بمشروع تخرجي لا تقارن بحجم السعادة أو حجم الأمل اللي بعثته بقلوب ناس معينين يعني قاعدين تحت الحصار تحت الدمار يعني موسيقى